المحاضرة الأولى عن هرمونات النخامة ومحور بطاء نخامة طبعا الفص الأمام للغدة النخامية هو الذي يسيطر على باقي الغدل الصم وإله علاقة مع البطاء البطاء هو اللي بيوجه الفص الأمام للغدة النخامية الهرمونات المفرزة من الوطاء والفص الأمام للغدة النخامية جميع بابتدات أو بروتينات ذات وزن جزئي صغير وهي تعمل من خلال ارتباطها مع مستقبلات نوعية على الأنسجة الهرمونات المفرزة من قبل فص الأمام للغد النخامية يتم التحكم بها وتنظيمها من قبل بيبتيدات عصبية نورو بيبتيد التي تدعى هرمونات أو عوامل محررة أو مصبتة وتنتج من خلايا موجودة في البيطاء وتصل إلى خلايا النخامة عبر النظام الدوراني الوعائي الواصل ما بين البيطاء والنخامة هاي الهيبوتالموس أو البيطاء فوق الذي ينتج المواد التي تحس الفص الأمام للغد النخامية على إطلاق هرموناته ثم تنتقل هذه النورو بيبتيدات أو الهرمونات من منطقة معينة في الهيبوتالموس عبر الأوعية الدموية التي تنقلها إلى الفص الأمام للغد النخامية ومن الفص الأمام للغد النخامية تنطلق الهرمونات الموافقة لتنتشر وتتجه إلى الغدد الصم المختلفة إذا منطلق الفص الأمام للغد النخامية نلاحظ أنه مكون من خلايا غدية إفرازية معظم إفراز الفص الأمام للغد النخامية هي هرمونات توجيهية لعمل الغدد الأخرى يعني مناخد مثال الغدد الدرقية لا تستطيع إنتاج هرمونات الدرق زماجة هرمون نوعي من الفص الأمام للغد النخامية وبدوره الغدد النخامية لا تطلق هذا الهرمون النوعي اللي بسميه TSH زماجة هرمون من الهيبوتالموس لذلك محور وطاء نخامي أساسي لعمل الغدد الصم المختلفة هاي أمثلة على النوروبيبتيد التي يفرزها الوطاء وعلى ما يقابله من هرمونات الفص الأمامي طبعا هذا سيتكرر معنا ويصير موضوع بديهي بالنسبة لنا فبنتركه بوقته إن تداخل هذه الهرمونات المحررة التي أطلقها الوطاء مع مستقبلاتها الخاصة الموجودة في الفص الأمام للنخامة ينتج عنه تفعيل الجينات التي تحفز تصنيع ركازات بروتينية سرعان ما تتطور لتصبح هرمونات تنطرق إلى الدوران كل هرمون تنظيمي من الوطاء يتحكم بإفراز هرمون نوعي من الفص الأمام للغد النخامية وعطيتكم مثال الدرق في عندي هرمون نوعي يطلقه لفص الأمام للغد النخامية اسمه TSH يذهب إلى الغد الدرقية فتقوم بتصنيع هرمونات الدرق T3T4 لكن الغد النخامية لا تطلق TSH زماجة هرمون نوعي من الوطاء وعلى الرغم من أن عددا من المستحضرات العائدة لهرمونات النخامة حاليا مستخدمة علاجيا لأجل اضطرابات قصورية معينة لح نشرها بعدين فإن معظم هذه المركبات يعني مقلدات هرمونات النخامة الأمامية لها استخدامات علاجية محدودة هرمونات الوطاء والفص الأمامي لح نبلش بالCRH CRH هو كورتيكوتروبين ريليزينج هرمون يطلق من قبل الوطاء ويذهب إلى النخامة فيؤدي إلى تصنيع هرمون النخامة أدرينا كورتيكوتروبين هرمون أو كورتيكوتروبين والمعروف باختصاره ACTH إذن معروف باختصاره ACTH طبعا هلأ بنحكي شو استخدامه يفرض الACTH طبيعيا من النخامة على شكل نبضات ذات نظم يومي ويكون في أعلى مستوياته خلال الصباح الباكر وأدناها في المساء المتأخر طبعا الACTH شو عمله أنه يذهب إلى قشر الكذر وينبه إفراز الستيرويدات القشرانية من قشر الكذر كالكورتيزول والألدوستيرون الشدة النفسية تنبه إفراز الACTH بينما هرمون كورتيزول الذي يطلقه قشر الكذر وعبر آلية تلقيم السلبي الراجع يصبت إفرازه آلية التأثير إن العضو المستهدف من قبل هرمون ACTH هو قشر الكذر حيث يرتبط بمستقبلات خاصة على سطح الخلايا تقوم حينها المستقبلات التي تم إشغالها بتفعيل بروتين جي لزيادة CIMB الذي بدوره يقوم بتحريض وتنبيه عملية تصنيع سيرويدات القشرانية السكرية والعملية تنتهي بتصنيع الهرمونات القشرانية وإطلاقها مثل الكورتيزول وكذلك إطلاق الإندروجينات الكذرية نرجع من الشرح هون شوفوا الهيبوتالموس يطلق CRH يذهب إلى الفصل الأمامي للنخامة فيطلق ACTH ACTH يذهب إلى قشر الكذر شو بيعمل ACTH بقشر الكذر؟ ينبه العملية الكيميائية الحيوية الخاصة بتصنيع القشرانيات ومن أهم الكورتيزول التي تبدأ انطلاقا من الكوليسترول كوليسترول، بريغني نولون، بروجسترون، كورتيزول الاستعمالات العلاجية لل ACTH إن توافر مستحضرات تصنيعية للاستيرويدات القشرانية مشابهات الكورتيزول التي ندرسها بعدين قد حدم استعمال الهرمون الموجه لقشر الكذر كورتيكوتروبين يعني أنا بالسابق يعني إذا عندي حالة قصور قشر كذر فأعطي الهرمون النخامي ACTH أو الكورتيكوتروبين لنبه إفراز قشر الكذر حاليا القشرانيات السكرية نفسها صارت متوافرة بأشكال تصنيعية فمعد في داعي إلجاء لهذه الطريقة لكن باستخدام الكورتيكوتروبين علاجيا كأدات تشخيصية للتفريق بين قصور قشر الكذر الأولي وقصور قشر الكذر الثانوي قصور قشر الكذر الأولي داع أديسون المترافق مع ضمور الكذر وقصور قشر الكذر الثانوي هو قصور من النخامي عن إطلاق ACTH يعني بالمقتصر أنا عندي حالة قصور قشر كذر السببين الإحتماليين إما السبب رقم واحد إنه يكون يكون قشر الكذر قاصر وظيفيا عن الإفراز هذا بسميه داع أديسون بسميه قشر الكذر أولي وإما قشر الكذر سليم ولكن مع بيجيه توجيه هرموني من النخامة ACTH وبالتالي أنا بعطي تشخيصيا لLCTH وبرائب إذا رجع قشر الكذر لإفرازه الطبيعي معناة المشكلة مو من قشر الكذر المشكلة من النخامة إذا ما رجع إفراز قشر الكذر معناة المشكلة مو من النخامة المشكلة متأصلة وأولية في قشر الكذر طبعا ما هو مصدر الحصول على الكورتيكوتروبيين من الحيوانات الأليفة من الغدة النخامية أو بواسطة تصنيع هرمون بشري وهذا الأخير منسميه كوسينوتروبيين وهو المفضل لأغراض تشخيص الكذري الآثار الجانبية طبعا نحن من استخدمه بالاختبارات تشخيصية لفترة قصيرة جيد التحمل لكن إذا استعملته بشكل مطول لحينبه لإفراز قشر الكذر من الكشرانيات فلح يعطيني سمية شبيهة بسمية الكشرانيات السكرية عند استعمال المديد وتتضمن ارتفاع الضغط الشرياني وزمة محيطية غبوط ووتاسيوم الدم اضطرابات عاطفية وزيادة خطر الإنتانات قلنا معظم إفراز الفص الأمامي لأنه خامية هو هرمونات توجيهية مع عدى هرمونين هرمون النمو والبرولاكتين نبتدئ بهرمون النمو ويعرف أيضا باسم سوماتوتروبين وهو ببتيت ضخم ويتحرم من الفص الأمامي للنخامي طالما يتحرم من الفص الأمامي للنخامي معناة البطاء يجب أن يطلق هرمون مطلق لهرمون النمو كما أن هناك هرمون آخر يصبت إطلاق هرمون النمو ويُدعى سوماتوستاتين يطلق هرمون النمو بطريقة نبضية وتكون زروة إفرازه خلال النوم ومع تقدم العمر فإن إفراز هذا الهرمون يتناقص ويترافق ذلك مع نقص في الكتلة العضلية طبعا هو مهم بيكون في مرحلة الطفولة يتم تصنيع هرمون النمو البشري بتقنيات الـ DNA يؤثر هرمون النمو أو سوماتوتروبين على العديد من العمليات الكيميائية الحيوية ومنها مثلا زيادة تصنيع البروتينات تكاثر الخلايا ونمو العظام آلية التأثير طبعا هرمون النمو مباشر التأثير ولكن معظم تأثيراته الهامة تقوم من خلال مركبين سوماتوميدين إنسولين like growth factor 1 and 2 أو IGF 1 و 2 يلي هنن شكل الفعال من هرمون النمو عندما يدخل هرمون النمو إلى الكبد يتحول إلى الشكل الفعال تبعه IGF 1 و IGF 2 يستعمل لذلك هرمون النمو لمعالجة قصور هرمون النمو فشل النمو عند الأطفال المشتبه الأول دائما في هالحالة هو أنه الغدة النخامية مع بتبعة هرمون النمو أيضا معالجة مرضى نقص المناع المكتسب يلي عنده نهزال و كعلاج معاوض عند البالغين بقصور مؤكد ملاحظة إذا قدمنا هرمون النمو عند البالغين لح تزداد كتلة الجسم تزداد الكسافة العظمية و سماكة الجلد و تنقص النسوج الشحمية لذلك كتير بيعتبروا أنه هرمون هو هرمون مضاد لتقدم العمر و هذا ما قاد إلى استخدامات غير مصرح بها للهرمون لأشخاص بالغين و من قبل رياضيين سعيا لتحسين النتائج يقدم هذا الهرمون بطريق تحت الجلد أو العضلي عمره نصفي أصير لكن بسبب أنه بحرر العامل IGF-1 من الكبد و المسؤول عن أفعال مشابهة للهرمون يستمر تأثيره الآثار الجانبية ألم مكان الحقن وزمة ألم مفصلي ألم عضلات زيادة خطر الداء السكري يجب عدم استعماله عند المرضى المشلولين زوي المشاشر المغلقة و المرضى اللي عندهم اعتلال شبكية العين السكرية نجي إلى هرمون لبرولاكتين وهو مباشر التأثير في الجسم ينتج في النخامة الأمامية ويتشابه بنيويا مع هرمون النمو ويعتبر الهرمون الرئيسي المسؤول عن عملية الأرضاع عملية إنتاج الحليب يتم تنبيهها بواسطة البرولاكتين طبعا بعد التهيئة المناسبة من الاستروجين والبروجسترون والقشرانيات والأنسورين عندي حالة نادرة اسمها عوزل البرولاكتين وتحدث بشكل نادر في حالات قصور النخامة ومظهر السريري هو فشل الأرضاع أو خلل في الطور الجريبي على أي حال فإن الحالة الأكثر شيوعا هي ارتفاع مستويات البرولاكتين كنتيجة لورم غدي منتج للبرولاكتين وتؤدي إلى فرط برولاكتين الدم هيبر برولاكتينيميا يؤدي إلى متلازمة من أعراض انقطاع الطمس ونثر الحليب عند السيدات وإلى فقدان الرغبة والعقم عند الرجال قد يكون الورم كبير ويترافق ذلك بأعراض كتلة النخامة وتتضمن اضطرابات بصرية بسبب الضغط على الأعصاب البصرية طبعا فرط البرولاكتين بيعمل قصور مناسل ليش؟ وعقم لأنه فرط برولاكتين الدم يصبت إفراز GnRH لا توجد مستحضرات للبرولاكتين لاستعمالها لدى مرضى عوز البرولاكتين أما مرضى فرط للبرولاكتين زي الأعراض فأنا بدي صبت إنتاجه عبر منبهات الدوبامين التي تعمل في النخامة لتصبيت تحرر البرولاكتين بالحقيقة الدوبامين المفرز من الوطاء يكبح إنتاج البرولاكتين والدوبامين يؤثر من خلال مستقبلات في النخامة إن أورام الغد المؤدية لإنتاج كميات فائدة من البرولاكتين عادة ما تحافظ على الحساسية للتصبيت الناتج من الدوبامين والذي تبديه الغد العادية يعني عندي حالة صرت برولاكتين ناتجة عن ورم غدي في النخامة فأنا بعطي الدوبامين بعطي مقلداته وبالتالي تستجيب الخلايا النخامية ولو كانت ورمية وتنقص إنتاجها من البرولاكتين في عندي مقلدات أو منبهات الدوبامين اللي هنه بروموكريبتين وكابرغولين هنه من مشتقات الإرغوت وقلن الفعالية تجاه مستقبلات الدوبامين دي تو بيرطبط فيها الموجودة في النخامة فيؤدي ذلك إلى تأثير وهو كبح إنتاج البرولاكتين إن منبهات الدوبامين تصبت إفراج البرولاكتين بفعالية لدى المرضى المصابين بفرط البرولاكتين كما أن بروموكريبتين استعمل في داء باركنسون لتحسين الوظائف الحركية جميع المركبات السابقة تعطف مويا ويتمتع كابرغولين بعمر نصف طويل يبلغ 65 ساعة وبالتالي تكون فترة تأثيره طويلة هذا الفرق بين بروموكريبتين والكابرغولين الاستعمالات العلاجية أولا فرط برولاكتين الدم هايبر برولاكتينيميا إن منبهات الدوبامين هي المعتمدة لعلاج هذه الحالة حيث تُعيد مستويات البرولاكتين إلى الحدود الطبيعية وتسبب عودة الإباضة عند معظم السيدات يُعطى كابرغولين مرتين أسبوعيا أما بروموكريبتين فيُعطى يوميا في حالة تانية غير شائعة وهي ضخامة النهايات تُعطى نفس الأدوية السابقة بجرعات كبيرة الأسار الجانبية غسيان صداعه وضغط انتصابي شعور بالتعب واضطرابات نفسية نجي لهرمونات الفص الخلفي بالحقيقة الفص الخلفي مثل ما نلاحظين يختلف تشريحيا تماما عن الفص الأمامي الفص الخلفي هو امتداد للهيبوتالموس ويفرز الفص الخلفي هرمونين وبإشراف الهيبوتالموس لكن طريقة العلاقة مختلفة تماما هرمونات الفص الخلفي هي الفازوبريرسين والأكسيتوسين لا يتم تنظيمة والتحكم بإطلاقها عن طريق هرمونات تنظيمة من الوطاء بل عوضا عن ذلك فإنها تصنع فعليا في الوطاء وتنقل إلى الفص الخلفي وتتحرر من هناك إلى الدوران استجابة لظروف وإشارات فيزيروجية معينة مثل زيادة ضغط الحلول إلى الدم وكل من الهرمونين له عمر نصف أصير نبتدأ بهرمون الأكسيتوسين اللي عم نصنعه حاليا بطريقة كيميائية هرمون الأكسيتوسين طبيعيا له تأثيرات نوعية على عضلة الرحم الملساء يؤدي إلى تقلصها وخاصة في نهاية طور الحمل لذلك يعطى علاجيا لتحريط تقلصات عضلة الرحم لإحداث أو تسهيل عملية الولادة كما أنه يستخدم لإفراغ حليب الأرضاع منلاحظ أيضا حساسية الرحم للأكسيتوسين تزداد خلال فترة الحمل وحين يكون الرحم خاضعا لتأثير هرمون إستروجين يعني في المرحلة الأخيرة من الحمل ذلك يعطى لتحريض عملية الولادة في طب التوليد ويجب تقديمه حق عبر الوريد ويمكن أعطائه كنشوق أنفي سميته غير شائع لدى استخدامه بشكل مناسب إلا أنه من الممكن أن يحدث حالات حرجة من ارتفاع الضغط تمزق الرحم احتباس مائي ووفاة الجنين نجي أخيرا لهرمون الفازوبرسين أو الـ ADH أو الهرمون المضاد للإدرار ويملك كل من التأثير المضاد للإدرار والتأثير المقبض الوعائي في الكلية يرتبط الفازوبرسين بمستقبلات V2 الزيادة النفوذية للماء وعودة امتصاصه في الأنابيب الكلوية لذلك أن استعماله الرئيسي بيكون في الداء السكري الكاذب الداء السكري الكاذب يتميز ببوال متكرر وفاقد ماء كبير في الجسم فأن الفازوبرسين بيعالج له الداء لأنه يعيد امتصاص الماء من الأنابيب الكلوية إلى الدوران مرة أخرى أيضا الفازوبرسين له تأثيرات أخرى يتم تواصطها عبر مستقبلات V1 التي تتواجد في الكبد والعضلات الملساء الوعائية حيث يسبب تقلصها وبالتالي التقبض الوعائي وفي أنسجة أخرى وكما يمكن توقع تشمل تأثيراته الجانبية سمية مائية وصداع وتضيق قصبي يجب الحذر من أعطاءه لدى مريض لديه أمراض شرعين الإكليلية لأنه يقبض هذه الأوعية ويزيد تفاقم نقص التروية للعضلة القلبية وأيضا يجب الحذر من أعطاءه في حالة الصرع ورّبه لأنه يضيق القصبات ترجمة نانسي قنقر